مستقل لمنصب رئاسة الجمهورية حمودة مسلامة في ندوة صحفية سيرته ذاتية فذكر أن رصيده السياسي أو الحقوقي أو النقبي من ضمن الأسباب التي جعلته يقرر خوض غمار سباق الانتخابات الرئاسية أعتقد أن لي رصيد سياسي رصيد نظالي رصيد في المدان حقوق الإنسان ديمقراطية الحريات منذ أكثر من أربعين سنة المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية يأكد حرصه على إعطاء أهمية بالغة للملفين الأمني والاقتصادية مع إلاء محاربة الإرهاب الأولوية القصوى عندما تقدر أن تتحدث على دفع التنمية الاقتصادية والقضاء على الفوارق الاجتماعية والجهوية إذا كان مفماش أرضية الدنيا في خصوص الأمن وفي علاقة بالسياسة الخارجية ذكر بن سلام أنه سهتم بالمسألة الليبية باعتبارها شأن خارجيا وداخليا على حد تعبيره هذا بالإضافة إلى اهتمامه بالدبلوماسية الاقتصادية لدورها في جلب الاستثمارات وأحداث مواطن شغلة